السلام عليكم أعطيكم العافية اليوم سنأخذ المحاضر الثاني من الاتلس بيثالوجي بتحكي اليوم عن السيكلس الأنيمي أنت ثلاثيميا طيب لو تذكروا المحاضر الماضي اللي محكينا عن الهيموليتيك أنيميا حكينا عن الهيموليتيك أنيميا هي مرض بشمل كل الأمراض اللي رح نحكيها المرة الماضية واليوم لأن الهيموليتيك أنيميا هي فعليا أنيميا نتيجة هيموليسيس وكل الأنواع الأنيميا بتعمل هيموليسيس يعني من كانت ثلاثيميا أو سيكلسل أو سفيروسايتوسيس أو أي مرض تاني من اللي حكينا المرة الماضية بعمل هاي المشاكل وحكينا كثير بالموضوع بس لو شفتهم 40 سلايد بس فعليا انت لو بدك تراجحهم بتقدر تراجحهم بعشر دقائق المعلومات كلها اللي حكيناها بجدولين موجودين بالمحاضرة بتقدر تراجحهم وبتزيد عليهم هيك شوية اكسسورات مية مية وان شاء الله الوضع تمام اليوم رح نحكي اشياء كتير مكررة بالمحاضرة الماضية ورح نضيف اشياء اكيد يعني سيكلس الأنيميا الكوسيس او الباثوجينيسس مش نفسها بس برضو الاعراض نفسهم المنفستيشن نفسهم المنفستيشن نفسهم طيب خلينا نبدلش بالسيكلسل السيكلسل لما تذكروا المرة الماضية حكينا فيه مشكلتين ممكن يكون بالهيموغلوبين المشكلة الاولى بالهيموغلوبين ممكن تكون بالشكل فهو ممكن يكون ايش abnormal shape abnormal shape or abnormal composition والثالسيمية حكينا هي ايش deficient بالعدد deficient in number فبنسميها deficient deficient بشو deficient بالهيموغلوبين تمام فالهيموغلوبين ممكن يكون شكله غير او عدده قليل عدده قليل بيعملي ثلاثيميا الهيموغلوبين شكله غير بيعملي sickle cell disease فور بيسموه سكلسل anemia تمام طيب لو بدنا نيجي نحكي على الهيموغلوبين لو بنحكي على الهيموغلوبين بنحكي انه فيه ثلاث انواع من الهيموغلوبين فيه هيموغلوبين اسمه A فيه هيموغلوبين اسمه A1 فيه هيموغلوبين اسمه F الهيموغلوبين اللي طبيعي بجسمنا او مش طبيعي المتعارف عليه وبشكل 98% من الهيموغلوبين هو الهيموغلوبين A الهيموغلوبن A والهيموغلوبن A بيعمل 92% من جسمنا من الدم الهيموغلوبن في جسمنا وهو الهيموغلوبن المتعرف عليه الهيموغلوبن A1 بيعمل سوري أنا خربطت هنا 96% الهيموغلوبن A1 بيعمل 3% من الهيموغلوبن في الجسم الهيموغلوبن F بيسموه فيتا الهيموغلوبن هو بيكون بالفيتاس لأنه بيكون بنسبته عالية بس لما الإنسان يكبر بتقل نسبته لواحد بالمية وبيظل اسمه فيتال هيموغلوبين تمام تمام هسه هاي الهيموغلوبين هي الهيموغلوبين زي الطبيعية بجسمنا يعني الهيموغلوبين اللي أنا بشوفها بالجسم بشكل طبيعي طيب مرات بشوف هيموغلوبين غير طيب لما شفت هيموغلوبين ثاني أنا بعرف أنه فيه مشكلة طبعا كيف بميزه؟ بميزه على الإلكتروفوريسس تذكروا الإلكتروفوريسس؟ الإلكتروفوريسس هي اللي بتميز لي الهيموغلوبين النورمل عن الأب نورمل الأب نورمل يعني غير طبيعي تمام فالنورمل كيف بميزه عن الأب نورمل؟ بميزه عن طريق الإلكتروفوريسس وهي ممكن الإشي هذا إشي يعني بنشوفه بالمستشفيات وبالمختبرات بعملوا الباثولوجيست إنه كيف بيميز للهيموغلوبين طيب أنا حكيت هذا الحكي عشان لما نوصل هون تكونوا مية مية طيب فيه فرق ثاني بين الهيموغلوبين أنا رحت مسحت إيش الفرق الثاني بين الهيموغلوبين الهيموغلوبين A فياته كل الهيموغلوبين آسف فياتهم أربعة chains من البوليبيبتايد أو أربعة subunits بنسميه الA فياته 2 ألفة فياته 2 بيتا بيتا هيموغلوبين ألفة هيموغلوبين A1 فياته كمان 2 ألفة زي هاب بس فياته شو 2 إيش بسموها دلتا بسموه السigma هيك و الأف فياته 2 ألفة كمان بس فياته 2 جاما 2 جاما فإذن 2 ألفة 2 بيتا 2 ألفة 2 دلتا 2 ألفة 2 جاما فهذا الفرق بين الهيموغلوبين الفيتاس أو الفيتا الهيموغلوبين فياته 2 ألفة 2 جاما الA1 فياته 2 ألفة 2 دلتا الA فياته 2 ألفة 2 بيتا صح؟ 100 مية طيب نورما الأدلت ريتسل حكينا 96% ليش حكينا أدلت؟ عشان الفيتا الهيموغلوبين وعند الأصغار بيكون أعلى من الطبيعي من هيك 3% هيموغلوبين A2 1% فياته 2 ألفة 2 بيتا 2 ألفة 2 دلتا 2 ألفة 2 جاما تمام؟ disorders of hemoglobin synthesis حكينا واحد المشكلة وين ممكن تكون؟ المشكلة ممكن تكون بالstructure abnormal structure or abnormal shape global synthesis بيسميها هيموغلوبينو باثيز والهيموغلوبينو باثيز هي السيكل سيل ديزيز أو السيكل سيل أنيميا فيه إشي يسمه deficient globin synthesis ولقى هذا بنسميه الثلاثيميا فالثلاثيميا بتختلف عن السيكل سيل أنيميا بأنه الابنورمل shape بالسيكل سيل أنيميا هناك deficient globin بالثلاثيميا هيموغلوبينو باثيز are a group of hereditary disorder caused by inherited mutation that lead to structural abnormality هاي بالسيكل سيل أنيميا طبعا طبعا إحنا نبدأ لحكي عن السيكل سيل أنيميا تمام؟ الفيديو هذا رح نحكي عن السيكل سيل أنيميا السيكل سيل أنيميا is the most common familial hemolytic anemia بسميها autosoma recisive recisive متنحية على كروموسوم رقم 11 يعني جين المرض بكون المutation تعه وين على كروموسوم رقم 11 وهي familial شو يعني familial يعني ويراثي وينتقل من الأب لابنه من الأم لابنها فبالتالي ها بنسميه familial فهو المost common hemolytic anemia أو المost common anemia شو iron deficiency anemia المost common familial hemolytic anemia it is sickle cell anemia تمام كروموسوم 11 طبعا وين المشكلة بتكون خلينا بس نشرحها يعني هون وين المشكلة بتكون يعني ايش الخلل طيب السيكل سيل أنيميا في كروموسوم اسمه رقم 11 يعني زي وزي اي كروموسوم آخر طيب اي زي وزي اي كروموسوم آخر بيكون على جين طبعا هذا السب يونتس السيكونس بيكون نيتر جين سبيس وعمل نيوكليوطايد وبترجم ليش كل ثلاثة نيتر جين سبيس بنتقل بتحول لإيش لأماينو أسد بترجم لأماينو أسد صح طيب الأماينو أسد الواحد مع أماينو أسد بجنبه شو بيعملوا 2 أماينو أسد المهم المهم بيعمل بولي بيبتايد صح 100 طيب السيكلس الأنيميا المشكلة وين بتكون المشكلة بتكون بوين نيتر جين سبيس بتغير لنايتر جين سبيس ثانية تترجم لحمض أميني ثاني تمام تترجم لحمض أميني ثاني يعني الحمض الأميني بيكون هو أصلا هيك بهاي المشكلة بيكونو غلوتاميت أو بيسموه غلوتاميك أسد بيروح النايتر جين سبيس هاي بتطلع بتيجي محلها نيتر جين سبيس ثانية أو بيسميها نيوكليوتايد ثاني تغير المهم الترجم هون تغيرت يعني هون الترجمة تغيرت مش كان المفروض يترجم غلوتاميت الأمينو أسد شو بتترجم بتترجم فالين بتترجم فالين طيب هذو المشكلة بوين بتكون على أي تشين يعني هسا الفالين مع الغلوتاميت مع الليوسين آيزوليوسين وغيرهم والسيرين وهدول أشياء كلهم بيعملوا سيكونس من الأمينو أسد بيصير لما يكبر بيصير إيش بيصير بروتين البروتين هاد هو أو بوليبيبتايد هو اللي بيعمل الساب يونت الألفا والبيتا بالسيكلس الأنيميا من أي ألفا ولا بيتا اللي بتتأثر البيتا فإذا السيكلس الأنيميا بتغير لفالين يعني على كرومسوم رقم 11 إيش اللي بتغيب point mutation substitution of amino acid substitution of amino acid valine instead of glutamate على أي chain بيتا بيتا تمام طيب منيجي لهون نرجع عشان هاد hemo globinopathy حكناها inherited حكنا هاد كله هون إحنا single amino acid substitution valine instead of glutamate defect of beta globin تمام so طيب مرات sorry بس نرجع هون مرات المشكلة طبعا المشكلة هي على البيتا chain والبيتا chain صار defected والألفا chain طبيعية بس هو البيتا والألفا عاملين hemo globin صح طب الhemoglobin defected هاد تتوقعوا بنظلم سمينه a normal يعني طبعا لا بتغير بيصير اسمه hemoglobin s hemoglobin s hemoglobin s والhemoglobin s هاد هو الhemoglobin اللي موجود بالناس اللي عندهم sickle cell disease sickle cell anemia اللي هي نفسها وهذا الhemoglobin s ممكن يكون كل الhemoglobin a تغير الhemoglobin s يعني 100% من الhemoglobin a تغير الhemoglobin s او الhemoglobin a ضل 50% والhemoglobin s ضل 50% يعني ايش وين الاشي باعتمد على شو باعتمد على هو pure ولا homozygous ولا heterozygous او اسف بسموه zygous ولا genus zygous zygous i think yes بالhemoglobin مثلا لو بتذكروا الصفة فيه اشي بالسمي السيادة التامة والسيادة المشترك هون السيادة السيادة المشترك يعني انسان ورث من امه قليل الاصابة ومن ابوه ماورث قليل الاصابة رح يظهر عنده المرض بنسبة 50% 50% وذول الناس طبعا طبعا هاد اشي افضل هاد الاشي افضل طبعا افضل بيتر ولا لا بيتر طيب انسان اخذ من امه قليل الاصابة ومن ابوه لا يعني امه لا ابوه مصاب هيك 50% بس في ناس لا في ناس 100% كيف باخذ من امه قليل الاصابة ومن ابوه قليل الاصابة فبصير 100% defected 100% defected هذا الانسان pure يعني sickle cell disease والsickle cell disease هون سيفير بتكون تمام طيب انكمل احنا اين صرنا صرنا عند هاي تمام هيحكي هذا اهون المشكلة بتكون هاي هذا nitrogenous space او اللي بسموه الكودون الكودون هو ثلاثة nitrogenous space الكودون gag هذا اسمه gag gag تغير صار gtg تمام ليش لانو شلنا t سوري شلنا a واجهت محلها t هذا بسميه substitution or point mutation بطل heemoglobin s اسمه heemoglobin s فيش اسمه sickle cell anemia or sickle cell disease اللي هي pathogenesis تعته شو انه اول اشي هذا انسان بكون عنده الاصابة طبعا هو بنولد عنده المرض هذا الانسان او هاي باول اشي هي بتطلع طبيعية بعدين بتتحول لشو غير طبيعية غير طبيعية بس reversible abnormal rbc اذا تعرضت ل extensive deoxygenation بتتحول ل irreversibly sickle cell بتصير شكلها زي شكل السكل وبتظل هيك على طول وهنا بتصير المشكلة لما يلقط هالسبلين لما يلقط هالسبلين بيعمل الها hemolysis طبعا هاي الاربيسي زيلهم صفات هلا رح نحكي كمان ممكن لا ممكن تتعرض ل oxygenation و oxygenation هاض بيخلي شكلها طبيعي او reversible sickle cell يعني ممكن ترجع طبيعي what's the problem with hemoglobin s ايش المشكلة يعني بال hemoglobin s يعني الhemoglobin s طب انا hemoglobin a ماشي طبيعي طب الhemoglobin s ليش احنا بنسمي مش طبيعي طب هو مش فياته 4 alpha chains 2 alpha chains 2 beta chains yes بس المشكلة انه الhemoglobin هون رح يصير يعمل polymers الhemoglobin s بيعمل polymers كيف الhemoglobin s بطبيعته الhemoglobin s بطبيعته مش زي الhemoglobin a لا الhemoglobin s بروح برتبط ببعضه بيعمل زي polymers polymers والpolymers هاي اللي بيعملها بمساعدة الفالين اللي هو الحمض الامين الجديد بربطهم ببعض وبرتبط فيهم هاذ الفالين هيك عمل لي polymers او عمل ايش عمل percipitation رواسب رح يعمل رواسب جو الاربي سيز وما رح يخليها تشتغل 100% وما رح تكون الافينيتي للأكسجين فيه 100% طبعا هاي البوليمر اللي صارت هي المسؤولة عن شكل الخلية الكريسينتك يعني الخلية الاربي سي خلية الاربي سي يكون هيك شكلها بالسكل سي الانيم شو السبب السبب البوليمر اللي صارت البوليمر البوليمر هاي اللي بيعملها الهيمو جلوب هاي هي اللي بتعمل هذا الشكل للاربي سي هي اللي بتعمل هذا الشكل للاربي سي طيب 100% الاربي سي إذن هي السبب الشكل البوليمر اللي من الهيمو جلوب بمساعدة الفالي طيب شو كمان طبعا هاي الخلايا المشكلة الأكبر والمصيبة الأكبر إنه الاربي سي هاي شكلها مش ففياتها lack of deformability just like spherocytosis متذكرين spherical وبتعمل sluggish وبتعمل stuck و occlusion ناس الإشي هون الاربي سي رح تكون شكلها كريسينتك فبالتالي هاي هاي فيزل وعامل الفيزل باي فوركيشن بيسموه تمام الخلايا هاي السيكل يعني مش عارف أنا هيك قاعد برسمها ما عندها deformability فبالتالي الخلية مثلا بدل ما تفوت اللي هي هاي الكريسينتك بدل ما تفوت هيك وتمشي لا بتوقف بتكون هيك شكلها وبتوقف على الباب هون وبتعمل occlusion وبعملوا occlusion ممكن يعملوا thrombus تخيلوا وبعملوا infarction إذا كانت إذا كانت رايحة على vital organ على مثلا spleen spleen أو مثلا bone marrow أو spleen هذول spleen والbone marrow الدم فيهم sluggish بمشي ببطء بسمو sluggish blood flow stasis أو بأماكن فيها inflammation بكون البلد شو ماله البلد بطيء طيب البلد بطيء وRBC أصلا شو مالها عندها نسبة إنها توقف عالية بتعملي تكتلات من الRBC وبتتجمع وبتعملي occlusion أو بنسميها obstruction فبالتالي هي فعليا بتعملي vaso-occlusive بيسموه vaso-occlusive vaso-occlusive crisis vaso-occlusive crisis الvaso-occlusive crisis هي فعليا elvizels بيصير فيها occlusions occlusion يعني انسداد زي obstruction تمام طيب فإذن الRBC هاي أول مشكلة فيها إنها مش deformable فبالتالي مش قادرة تمشي يعني تتكيف مع الطريق اللي هي ماشية فيها تروح يمين يصر لا بتوقف وكمان فيها إشي مهم مهم إنها sticky sticky لاصقة يعني بتلزق ع بعضها وبتلزق ع جدران الأوعية تمام يعني بتلزق هيك ع بعضها وبتلزق ع جدران الأوعية فبالتالي كمان بتعملي occlusion ثاني طيب ممكن إذا رايحة هي مثلا على البون مارو أو على spleen لأنه أصلا البلد هناك البلد فلو واطي البلد فلو شو ماله بطيء صح فبتعملي occlusion وهي رايحة على spleen فبالتالي بيصير لي infarction بال spleen بيصير لي infarction بال spleen تمام فبعمل infarction وشفنا كثير spleen إيش ماله صار له infarction بسبب إيش بسبب sickle cell anemia طيب أنا يعني وين مشكلتي طيب إذا صارت إذا صارت المنطقة اللي راح تغذي spleen هاي المنطقة اللي راح تغذي spleen الفيزل سكروا عليها مثلا هاي المنطقة هاي المنطقة بتظل شغالة بس هاي المنطقة اللي هون بتصير fibrous 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 يعني بتصير متشكلة من شو متشكلة من fibrous إشي قاسي حتى مش زي ملمس العضو تمسكه بتضغط عليه ما بيمشي بتجمد متكتل فهذا بتسميه fibrous fibrous بسبب infarction نفس إشي ممكن يصير على brain ممكن يصير على liver ممكن يصير بال infarction يعني على القلب ممكن يصير طيب أنا هيك تقريبا حكينا كل إشي عن السيكل سال من clinical manifestation خلينا نرجع دي أكسوجينيشن موليكول فورم بوليمرز يعني لما بصير دي أكسوجينيشن من الenvironments بتصير أول إشي إنه الهيموغلوب أس لأنه أصلا هو مش حامل أكسوجين ما في affinity على الأكسوجين صار عملي بوليمرز مع الفالين البوليمرز هاي هي عملت الشكل الخلية كريسينتك أو بتسمي سيكل شيف لما صار ري أكسوجينيشن بتكون ريفيرسبل تمام بالبداية بس بعدين كيوموليتف دامج فبتتغير لإريفيرسبل سيكل اللايف سبنت على الأربي 120 يوم اللايف سبنت على السيكل سيلز 20 يوم ذن هيمولوسس طيب طب أنا إنسان أجاني مع سيكل سيلي آنيميا وإحنا أم سيرتن إنه مع سيكل آنيميا بس إيش مالنا بنا نعرف ما مدى سوء الحالة أول إشي سوء الحالة بيعتمد على ثلاثة أشياء واحد كم نسبة الهيموغلوبين أس بالRBC يعني الكونسنتريشن تعال الهيموغلوبين أس عالي ولا واضي اثنين كم نسبة الأذر هيموغلوبين اللي معه يعني فيه هيموغلوبين ثاني غير الهيموغلوبين أس كمان شغلة ثالثة شو هي الطايم اللي بتحتاجه الRBC عشان تمر خلال على السبلين على البورن مارو بهاي الأماكن بهاي الأماكن الRBC ما بتمشي بسرعة فبالتالي هون بتكون الخطورة الأكثر أنه على السبلين على البورن مارو بالأماكن اللي فيها الانفلميشن تمام فإذا أول إشي أنا بحكيه أنه الهيموغلوبين أس وجوده وجود غير يعني مثلا عند الأطفال ويكونوا فيتس بيكون فيه هيموغلوبين أف هيموغلوبين أف موجود ممتاز لأنه مش كل الهيموغلوبين راح يتحول لأس لأنه فيه أف كمان presence of هيموغلوبين أس سي أس لأ هذا سيء فبالتالي هيموغلوبين أس سي إذا كان موجود الحالة بتصير أكثر ثنيا الكنسنتريشن تعال هيموغلوبين أس الريتسل ديهايدريشن ديهايدريشن يعني ما فيها مي كثير إحنا هسا مثلا لو جبنا عبوتين عبوة وحطينا نصف ملح والعبوة الثانية نصف ملح بس هي حطينا فيها كاسة مي وهي حطينا فيها نقطة مي مين تركيزه أكثر هاي فبدو يكون مالح أكثر نفس الهيموغلوبين الاربي سي نفسها فيه هيموغلوبين أس ونسبته نفسه بس شو أنا هون أنا هون هيدريتد بسرب مي الاربي سي بتأخذ مي فبالتالي الكنسنتريش تعالي هيموغلوبين راح يكون هيموغلوبين أسرح يكون واطي فبالتالي أنا هون إيش ما بخاف على حالي يعني بتكون الحالة أسهل بينما هون لا بتكون أسوأ طيب ضل علينا بس حسا نشوفها طيب هون حكينا هون عن البيفوركيشن هاي الستيكي سيلز عملت لي هون إيش إيش تخيلوا رايحة مثلا عمكان فيتال زي الليفر أو الهارت مشكل المورفولوجي زيها زي غيرها أول أشي بدي يكون فيه كرونيك هيموليتك أنيميا ليش لأن السبلين راح يصير في إيش 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 الخلايا راح يتوقف هناك بالسينوسويد ورح يعمل لها هيموليسس طيب ثماء اثنين راح يصير بريكداون للهيمي الهيمي فياتها حديد فالحديد عالي الحديد راح يصير له بريكداون راح يتحول لها هيموسيدرين وإحنا عارفين الحديد بجسمنا بتخزن بالليفر على شكل اين على شكل فيريتين وعلى شكل هيموسيدرين صح طيب أنا لما بزيد الهيموسيدرين شو راح يصير عندي ايرون اوفرلود ايرون اوفرلود فالايرون ستورج كمبليكس راح يزيد وكمان راح يزيد الهيموسيدرين وكمان بسبب الجلوب راح يزيد البليروب سيكون لدي غالستون وبيجمنت من الهيموسيدرين ويكون لدي هيموسيديروسيس فبالتالي يكون لدي كوليليثياسيس مايكروفاسكولار اوبستركشن بروبوك تيشو اسكيميا وانفاركشن ويعمل فازو اكلوسيف كرايسيس يكون مثل أي نوع همولتك انيميا اريثرويد هايبربليجيا بالبون مرو ممكن تصير اكسترا ميدالاري هيماتو بويسيس لانه بالسيفير كيسيس البون مرو ما بيكون ملحك فبالتالي الليفر ممكن تعمل الاسبليل ممكن يعمل اليمفاتيكتشو ممكن تعمل اريثروسايتوسيس فبالتالي هايبربليجيا بالبون مرو ريتكيلوسايتوسيس اكيد كمان بتشوفه وكمان بتشوف بهاي الحالات البون تاعت الشيك اللي هي بيسموها الماكزيلاري مثلا او كمان بتلاقيها شو ما لها تغير شكلها ليش تغير شكلها لانه صار عندي البون ريزوربشن بسبب ايش اليرثرويد هايبربليجيا وسكندري بون فورميشن عشان عشان نلحق نعمل شو عشان نلحق نعمل اريثروسايتس فبالتالي بيصير عندي ايش الناس اللي كمان بسيفير كيسس ممكن سير هيماتوبويس كرونيك هيموليسيس اسوشياتيوه وذ انيميا هايبربليروبينيميا وكمبنزاتري ريتكولوصايتوسيس كمبنزاتري يعني تعويضي تعويضي يعني ريتكولوصايتوسيس عشان نعوض الاربيسيس اللي ايش عم تتحلل السرلة هيموليسيس هيموسيديروسيس كمان حيصير عندي هيموسيدرين عالي غالستون عالي صح؟ وانيميا ايش يعني انيميا فقردهم اكيد بسبب الاربيسيس القليلة انشلدرين يعني بيكون فيه سبلينوميقالي يعني بيكون فيه سبلينوميقالي بس ما له متوسط مديرت كرونيك سبلينك ايرثروستيز بحالات الايرثروستيز يعني ايش؟ ايرثروسايت عم تمشي بطيء او مش عم تمشي اصلا فبسر عند سبلينك انفاركت convert spleen to fibros tissue اوتو سبلينوكتومي ليش؟ ايش يعني اوتو سبلينوكتومي لانه السبلين اصلا صار له شو؟ سوري هاي السبلين صار له هام انفاركشن صار fibros tissue فهذه الجزئية اللي هون بطلة شغالة زي كأنه ما في سبلين زي كأنه ما في سبلين فمنسميها اوتو سبلينوكتومي يعني صار له سبلينكتومي من دون ايش؟ من دون تدخل جراحي يعني زي كأنه إحنا قطعنا للسبلين تمام Vascular congestion أكيد بيصير بسبب Occlusive thrombosis and infarction Peripheral smears يعني أنا بشوف على ال Peripheral Smear اللي هي بناخذها و بنشوف عليه CBC بنشوف الأيرثروسايت ال RBC اللوكوسايت وغيرها رح نشوف elongated, spindled or boat-shaped reversibly sickled red cell كمان بنشوف أشكال أخرى من السلزلة ال Diagnosis is confirmed by demonstration of electrophoresis بنعمل electrophoresis heemoglobin بنشوف الhemoglobin S و A و F بنشوف كم نسبة ال S بنشوف مدى سوء الحالة كمان في أشكال أخرى يعني في أشكال كتير للخلايا بنشوفها أول شي هون احنا شايف إيش شايف sickled cell هاي normal normal شبه normal يعني ممكن big size هون مثلا هاي الخلايا شو بنسميها schistocytosis صح مذكرين or schistocytosis في خلايا أخرى بتكون الخلايا ال RBC إذا بتفاوتها بالأحجام يعني بتشوف خلايا كثير صغيرة خلايا كثير كبيرة هاي الحالة بنسميها anisocytosis anisocytosis في خلايا بنشوفها على شكل زي السيكل سيلز بنسميها poikilocytosis زي ايش؟ زي هاي هاي بسميها poikilocytosis والسيكل سيلز and target سيلز target سيلز يعني خلايا برضو موجودة هون هون نحكي عن ايش السينوسويد هاذا ايش؟ هاذا ايش؟ هاذا ايش؟ هاذا ايش؟ هاذا ايش؟ هاذا ايش؟ هاي صورة كثير منكبرة هاي صورة نصفة كبيرة شوفوا ال RBC هون sluggish blood flow عامل ممكن يعمل infarction بالمنطقة أصلا أريدي عامل يعني انا شايف هون ايش؟ فايبرستيشو ولا لا؟ 100 هون السينوسويد هاي طبيعية المناطق البيضة هاي هي تجاويف مش مسبوقة يعني هون البلد هاي شماله بتجمع بالسينوسويد طيب ريتوكولوسايت او ريدي حكينا عن ريتوكولوسايت immature RBCs normally getting mature within bone marrow بس ما لها مي بي سين ان بيريفرال تشو او اسف بيريفرال بلد سوري من نص لثنين ونص عند الاطفال من 2-6% عند الانفنت ريتوكولوسايت ريتوكولوسايت بس ما لها ما فيتها سينيوكليس بس فيتها ريميننت ريبوزوم الRNA بتسميه مش لايك عشان هيك اسمها ريتوكولار مش يعني شبكة increase in count انه هموليسيس يعني بالهيموليسيس بشكل عام بالهيموليسيس بشكل عام بالهيموليسيس بشكل عام بالأسي دي بتكون ريتوكولوسايتوسيس يعني زيادة بالعدد هوموزايقس سيكل سل ديزيز يجول إزاء asymptomatic asymptomatic until six months of age يعني الإنسان اللي عنده قليلين الإصابة هو بسمه هومو until six months of age يعني حده عمر الست أشهر ما بنشوف عنده أعراض ليش؟ لأنه الهيموغلوبين F وهو الفيتا الهيموغلوبين بيكون عالي لعمر الست أشهر لا بيوطى فبصير بيبين الهيموغلوبين S أكثر فبيزيد يعني بفوق عدد الهيموغلوبين F فبالتالي شو؟ الشفت is completed فبالتالي الهيموغلوبين S بيبلش يعمل إيش أعراضه الأنيميا هون بالهيموزايقس بتكون مدرت لسيفير يعني متوسطة أو شديدة لأنه هوموزايقس Both children and adults with skill cell disease are functionally asymptomatic يعني الناس اللي عندهم وظيفيا زي كأنه ما عندهم سبليين بس هو فعليا عندهم بس ما له مش شغال زي الناس اللي معهم السكري والبنكرياس عندهم مش شغال نفس الاشي ليش؟ شو ما له؟ السبليين هون مش موجود فبالتالي هم بتعرضوا لإنفكشن أكثر من غيرهم زي النومو كوكاي ليش؟ النومو كوكاي بتصيبهم كثير بتصيب أضل الناس وردي مرة حكينا يمكن ما أخذتوا بالميكروبيولوجي بس النومو كوكاي كثير يعني بيخافوا منها للناس اللي عندهم أنيميا وكمان السلمونيلا أوستيومايلايتس السلمونيلا أوستيومايلايتس اللي بتعمل إيش؟ أوستيومايلايتس هاي نوع من السلمونيلا طيب بيقول لك بيقول لك لأنه بالبون مرو فبتالي بيصير الفاركشن للبون نفسها لأنه بتتغذى بالدم البون يعني الناس لسه مش فاهمة فكرة أنه البون تتغذى بدم زي أي عضو فبتالي ممكن يصير لها انفاركشن فبنسميها هاند فوت سندروم أكيوت تشت سندروم لأنه لنغ انفكشن باكي جرامد بيكون أصله لنغ انفكشن ومع الموضوع الـ صار إيش إيش يسموه أكيوت تشت سندروم هاند فوت سندروم منعيد من أول جديد هاند فوت سندروم انفاركشن أكيوت تشت سندروم تعمل شو؟ لنغ باكي جرامد تحب التالي سيكيوت تشت ستروك آسف ستروك بسبب إيش؟ بسبب الثرومبوجز بروليفريتف ريتينوباثي والبروليفريتف ريتينوباثي هي فعليا مشكلة ريتينال إنفاركشن يعني صار ريتينال إنفاركشن فبالتالي ريتينال صار فيها بعدين بليدين لما يرجع الدم عليها فبالتالي ممكن انت تخسر نظرك بتخيل هاي بتصير عند الناس الديابتك وتصير عند الناس اللي محوم أنيميا انيمك يعني انيمك هذا الشخص المصاب بالانيمي فبروليفريتف ريتينوباثي هي انفاركشن بالريتينال للشبكية العين بتتالي إيش بعدين برجع الدم يوصل بصير بليدينج ممكن تخسر إيش؟ تخسر نظرك يعني بهاي العين ابلاستيك كرايسس is caused by a sudden decrease in red cell production ابلاستيك يعني ابلاستيك يعني ابليجة بتسميها هيك لما يكون ايش؟ في عدد قليل من الاربسيز formation triggered by the infection of erythroblast by barvovirus b19 تتذكر ال b19 اللي حكي أنا بستهدف الريتكلوسايتس وبعمل لك شي يسمى ابلاستيك كرايسس يعني هذا السلايد إعادة أنه barvovirus b19 infection بستهدف الريتكلوسايتس ويعمل a-plastic crisis اسمها a-plastic a-crisis كان أول شيء أخذنا اشي اسمه vazo-occlusive crisis هون نأخذ اشي اسمه a-plastic crisis vazo-occlusive crisis هو بسبب السلقش بلده فلو بأماكن معينة والستيكي سيلز sickle non-deformable تتجمع بتعملي occlusion or obstruction a-plastic crisis لا بتكون انت عندك أنيميا والربيسي من الله قليلة وبيجي انفكشن اسمه b19 barvovirus b19 بيجي بستهدف الريتكلوسايتس بيقل ال-rbc formation فبالتالي بتصير انت a-plastic crisis طيب لكل دائن علاج لحد الآن يعني ما فيه علاج بس له management يعني بنقدر نتحكم فيه اكيد فيه كلمة splenectomy بس احنا بدنا نحكي هما اصلا هذول الناس ما بيموتوا يعني ما بيموتوا عمره عشرة وعشرين سنة لا هما الناس يعني بيطولوا يعني بعيشوا خمسين سنة واكثر يعني نصهم بعيش خمسين سنة واكثر مش كلهم والكلينيكال كورس تاعهم كثير بيختلف الإنسان لآخر ليش؟ لأن كل إنسان عنده الدرجة تاعته يعني مش كل الناس اللي بتنصاف فيه واحد مش زي إنسان مثلا معه كانسر أو إنسان معه لا يعني استكلس الأمراض الورثية بشكل عام بتتغير بطبيعة العيلة يعني إنت ماخذ قليل من الأم والأب سليم فإنت بتطلع نص نص فيه ناس لأ أبو وأمو فبالتالي هذو بتكون مشكلته قوية كثير فيه بروفيلاكتك تريتمينت عشان نمنع البنوموكوكاي 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 الإنفكشن اللي بتكون على اللنج أو تشيس تندروم ايضا إن شلدرن ينقر دان ايج فايف بيكون هذول أكثر عضر للإصابة وكمان للسلمونيلا أستيوميلايتس المينستيف ثيرابي المينستيف ثيرابي المينستيف ثيرابي هي هيدروكسيوريا إنهيبيتر للديان اي سينثيسس فبالتالي هذب يمنع تكوين البيتا غلوب من الديفكتد اللي هي مغلوب ناس ناس كمان باخذوه كأنتي انفلماتري زي الكورتيكوستيرويد وغيرها بروديوس نيتريك اوكسايد اللي هي بتعمل شو دي أكسوجينيشن وكمان شو بتعمل فازو دايليتر آسف سوري اللي هو فازو دايليتر ويمنع شو يمنع الاوبستركشن او الاكلوجين وكمان هو النيتريك اوكسايد اللي بتذكره بالجنرال اخدته انه اللي بعمل بليتليت اي اجريكيشن فالبليتليت اجريكيشن هون بتثير آسف بتصير بالنيتريك اوكسايد احنا بنمنعها فبالتالي احنا بنمنع شو؟ بنمنع الثرومبوس او الثرومبوزز كمان شغلة اخيرة اللوجينيك بوون مارو ترانسبلانتيشن وهي غالبا العلاج القطعي يعني اللي هو زراعة النخاع زراعة النخاع اشي جديد عم بسير وصار معنى كثير ناس هو علاج ناجح مية بالمية عند الناس هذول اشتركوا في القناة